بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم الله يعطيكم العافية 2006 كيف حال الجميع؟ إن شاء الله الأمور تمام بعد ما خلصنا الدرس الأول حلينا أسرة الوحدة أخذنا امتحانات محوسبة أنا وعدكم من زمان أنه بعد كل درس لازم نعمل تمكين تمكيننا اليوم عبارة عن 61 سؤال من الطراز الرفيع والجميل جدا كمراجعة كتمكين مليان أفكار وأفكار متوسطة صعبة وقدرات عليا بحيث إن شو ما أجانا بالامتحان آخر السنة تكون الأمور بيرفكت إن شاء الله لازم هاي ورقة العمل أو تمكين واحد تدرسها برواغ واتعيدها تسحب بالPDF رح نزلك إياه وتحلها بإيدك بعدين تشوف الشرح أو زي ما بدك تشوف الشرح بعدين بتحلها لحالك المهم أنه بعد كل درس لازم أعمل لك تمكين ومراجعة تعالوا معاي على الأصل بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول بحكي لك أستاذ اعتمد مفهوم برونسي دلوري لكل من الحمل والقائد على أولا لو باني المادة في الماء وإنتاج آيونات الـ H plus والـ H minus أكيد لا هذا مش برونسي دلوري انتقال أزواج الإلكترونات بين المواد أثناء التفاعل أكيد لا وجود أفلاك فارغة انسى الموضوع لكن انتقال آيون الـ H plus بين المواد أثناء التفاعل هذا المفهوم اعتمد عليه أبرونسي دلوري طيب في المعادلة في معادلة التفاعل الآتية A Z B مجهيل بيعطينا H 2 SO 3 Z F minus بيقول لك إذا علمت أن H 2 SO 3 حمض مرافق للقاعدة هذا عبارة عن حمض مرافق هاي قاعدة للقاعدة B فإن الرمزين A و B وشيران إلى بدو الرموز A و B شوف أسر هاي قاعدة منات هذا حمض اي حمض هذا حمض مرافق هاي قاعدة مرافقة حلو الكلام هذا حمض H 2 SO 3 مرافق للقاعدة B معناة B عبارة عن H SO 3 minus طب ايه هاي هاي ال F minus القاعدة المرافقة آتي من H F هلا H F منح صار F minus ال H SO 3 minus قاعدة استقبل صارت H 2 SO 3 إذن الجواب كتالي إنه A H F و B H SO 3 minus الجواب ذا طيب السؤالي بعد الحمد لله في المعادلة A Z B يعطينا C N minus Z X هو ما يعطيك ثلاث رموز يا السلام هاي بقول لك إذا علمت أن C N minus قاعدة مرافقة للمادة B هاي قاعدة مرافقة هاي شوف تكون حمض طيب A شوف تكون قاعدة هاي قاعدة X تكون حمض مرافق هاي تحليل للسؤال بقول لك إذا علمت أن C N minus قاعدة مرافقة للB إذن B حمض B و C N minus زوج مترافق و A و X زوج مترافق طيب هلا C N minus قاعدة بالتفاعل العكسي حمضها B H C N هاي H C N طيب هلا نشوف الخيارات هلا B H C N A N H 4 plus X N H 3 شو رايكو خطأ لأنه A و B أحماض وما بيصير أحماض يتفاعل مع بعض طيب كيف عرفت A H N H 4 plus و H C N حمض و A N H 4 plus حمض خطأ طيب تعال P ب هلا X أو عفوا B H C L وهذا الحكي خطأ هون لازم تكون H C N فهذا لازم تكون C N minus هاد تكون H C N طيب تعال لا تعال هلا P H C N حمض جاي من C N minus H C N طيب N H 4 plus X حمض مرافق صحيح يون موشب و A N H 3 اللي هي القاعدة الأمونية إذن الجواب الصحمي دال حيث A N H 3 زائد H C N يبيعطينا C N minus موجودة زائد هاي قاعدة استقبلت بدأ تصير N H 4 plus إذن الجواب الصح وين دال هاي الأسئلة اللي بدك تفكر فيها من القدرات العليا إلى مرتبة طيب السؤال اللي بعده السؤال أربع يسلك الأيون H C O 3 minus سلوكا حمضيا عند تفاعله لابد يتفاعل مع قاعدة هذا متردد أمفوتك سبستانس لكن يسلك سلوكا حمضيا لابد يكون متفاعل مع قاعدة هل الـ H C القاعدة خطأ هل H C O 4 قاعدة أكيد لا N H 4 plus مادة حامضية إذن الجواب الصح N O 2 minus هاي دائما سلوكها قاعدة عيون سالب لا يحتوي هيدروجين إذن تفاعل مع مادة مترددة حامضية وقاعدة طيب المادة التي تنتج عيون الهيدروجين عند التأيون في الماء هو حمض أرهينيس طيب المادة القادرة على استقبال البروتون هي قاعدة برونس تلوري تستقبل البروتون في أثناء التفاعل طيب أي من المفاهيم الآتي لا يستطيع لا تستطيع تفسير الشكل المقابل هل الشكل المقابل لاحظ فيه سهم يعني فيه عندنا انتقال إما انتقال إلكترونات أو انتقال بروتون والشكل كسهم موجود في الكتاب المدرس الجديد فيه عند انتقال البروتون من الحمض القاعدة وانتقال زوج من الإلكترونات من مادة قاعدية لمادة حامضية تمام مادة عندها زوج تعطي مادة لديها فلك هو قال لك لا تستطيع مفهوم برونس 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 تدلور فيه انتقال مفهوم لوس في انتقال لكن مفهوم الرهيميس ما فيه انتقال لمن للبروتون أو لزوج أو أزواج من الإلكترون أوكي طيب المحلول الذي لا يسلك سلوكا حمضيا وفق مفهوم الرهيميس تعالى إتسيئا والله سلوك حمضي إتسي أل أو حمضي إتسي أو إتش لكن مبضوع الأيونات الموجبة والسالبة لم يتكلم فيهم مين عمار الرهيميس كلم فيهم مين برونس تدلوري و لويس لكن هذا المادة حامضية عند برونس تدلوري وعند الوحس لكن الرهيميس ما جاب سيرة العيونات تمام ما جاب سيرة مين العيونات طيب سؤال تسعر يعد الحمض في الشكل المقابل هذا الشكل أستاذ هو شكل حمض الإيثانويك وهو حمض أحادي البروتون وإحنا تكلمنا عن الرابطة القطبية الموجودة بين الو إتش والإتش حيث الإتش هي الذرة القابلة للتأيون أما هذول الثلاث أتشيات قلنا غير قابل للتأيون تمام لعدم موجود قطبية أو لعدم موجود كهرة سلبية بين هذه الذرات بين الكربون والهيدروجين إذن يعد حمض أحادي البروتون على الرغم من وجود ثلاث ذرات كربون تمام المادة التي تسلق سلوكا حمضيا وفق ما فهم أرهينيس سلوك حمضي وفق ما فهم أرهينيس هل البي وإتش باي ثلاث تسلق سلوكا حمضي لا عند أرهينيس عند مين عند الوس هاي مادة لم يستطيع أرهينيس تفسير سلوكا الحمضي بس إتش سي أو إتش هذا سلوك حمضي أن إتش سي أو ثري لم يستطيع تفسير سلوكها من أرهينيس طيب سؤال 11 قاعدة برونز دلوري في التفاعل الأمامي في المعادلة طال معي أما هذول في التفاعل العكسي فأسألك صيغة القاعدة في التفاعل الأمامي والقاعدة في التفاعل الأمامي طيب لو سألك الحمض في التفاعل الأمامي بتقول له القاعدة في التفاعل العكسي الحمض في التفاعل العكسي بما أنه التفاعل منعكس لو عكست لك إياهم قل لك صيغة الحمض المرافق في التفاعل الأمامي بيصير صيغة الحمض المرافق في التفاعل الأمامي صيغة القاعدة المرافقة في التفاعل الأمامي طب صيغة الحمض المرافق في التفاعل العكسي صيغة القائدة المرافقة في التفاعل العكسي بما أنه تفاعل منعكس تقدر تودي المتفاعلات للنواتج والنواتج للمتفاعلات ناش جميع المواد الآتية تسلق سلوكاً قاعدياً عند تفاعلها مع الآيون ما عدا شوف قراءة السؤال أستاذ للآخر مهم جداً بقول لك كل هذول بسلقوا سلوك قاعدي مع هاي المادة بعد الـ HPR على الـ HPR هذا موضوع مفروغ منه لهو دايماً حمض طيب عجزة مفهوم أرهين يص عن تفسير جميع الآتي ما عدا ما فسر الـ HPR بالكتاب NAHCO3 الـ N2H4 لكن الـ HPR فسر سلوكاً طب تعالوا معي لهذا السؤال المرتب هذا السؤال نمطه لكن أنا عدلت عليه من الكتاب معطيك اعتماداً على الشكل البياني الآتي أي الخيرات صحية لازم بالأشكال تطلع شوفه عندك على الصناق والصدى لاحظ موجود عندك في الشكل واحد فينقسمهم عندك تركيز وعندك مواد وهون تركيز ومواد لاحظ لو جيت قلتلكو يا شباب يا صبايا هذا الشكل ايش بيمثل يعني حمض قوي لحمض ضعيف بتقول لأستاذ هذا عبارة عن حمض ضعيف هذا عبارة عن حمض ضعيف احنا قلنا عن الحمض الضعيف بالنسبة للتركيز تركيزه عالي وتقييضه ضعيل وتركيز الحمض الضعيف أعلى من تركيز ايونات هاي الحمض الضعيف بيعطيك لما يتقيه صح تمام الماء التركيزه ثابت من ندخل فيه تمام لكن الشكل الثاني هو حمض قوي قلنا الحمض القوي تركيزه يساوي تركيز اينا تلاحظ متساويات في التركيز الحمض قوي افتراضي بيعطيك هيدرونيوم و اي ماينس تركيزهم ايش متساوي العبارات صحيح الشكل واحد يمثل تأيون حمض قوي خطأ الشكل واحد يوصل التيار الكهربائي بدرجة اكبر من اثنين اكيد خطأ حمض ضعيف الشكل اثنين يمثل تأيون حمض ضعيف حمض قوي في الشكل واحد اللي هو الحمض من الضعيف تكون الايونات الموجودة في المحلول ايش اي و ايش اي ثيرو بلس و اي ماينس انا عندي حمض ضعيف خطأتو في المال مش بتفكك الى اي ماينس و ايش اي ثري او بلس وبرضو برجع بتكوّل ايش اي صح اذا الجواب الصح مي دال الجواب الصحيح سؤال حلو طيب بيقول لك كالتالي القاعدة المرافقة للحمض ايش اي تري اس اي او فور ماينس حمض مو قال لك حمض الحمض بيمنع شو بيصير بيصير ايش تو شيل منه ايش اي اس اي او فور ماينس تو مش اس او فور ماينس تو مش ايش تو اس او فور بدون شحنة ايش تو اس او فور ماينس تو اوكي جميع المواد الآتي تسلوك سلوك الحمض حسب مفهوم برونسي دلوري ما عدا و هادي هو سؤال الفين و أربعة صيفي ج leveling يعني هالمواد تسلوك عند الحمض سلوكا حمضيا مع عدا واحد منهم ايش اي اي قف ايش اي ايش اي 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 خêm سلوكا حمضيا عند مين عند العالم او الآمة برونسي الدوري سبطاش شف سبطاش حلو العبارة غير الصحيحة المتعلقة بآيون الهيدروجين الموجب هل احنا حكينا عن الآيون الهيدروجين الموجب معلومي أنه لا يأتي منفرد في المحدود وهو عبارة عن جسيم صغير جدا عنده كثافة شحنة كهربائية عالية تمام طيب وهو عيش بنسمي آيون بروتون طيب هو بقوله غير الصحيح انت بيكون يخطأ عك جسيم صغير صح لديه شحنة كهربائية عالية صح جدت في المحلول منفرد هاي العبارة غير صحيحة ولا يوجد في المحلول منفرد يتكون من بروتون صح اي المواد لا تمثل مادة مترددة حالا بالكتاب ذكرين شوي منهم HS03- مادة مترددة H2PO4 مادة مترددة HCO3- مادة مترددة لكن C6H5COO- هاي لا توعد مادة مترددة هاي فقط سلوكها قاعدة سلوك ايه قاعدة اوكي طيب بقولك عند تفاعل الماء H2O ماء OCN- حالا الماء سلوكها ما بين وبين يعني مادة مالها مترددة اتتلي مع قاعدة شو دا تكون حمض حسب مفووم برونس الدوري فإن الماء يسلوك سلوكا مماثلا لأحد الآتي هل الماء هون سلوكها حامضي يلا C0- قاعدة HCOO- دايما قاعدة OCL- قاعدة لكن C5H5NH+, هاي سلوكها سلوك مماثلا لأماء في هذا التفاعل حمضي عند تفاعل الآيون HSO3- مع C5H5NH+, فإنه ينفع شوف هلا هاي المادة حمضي هاي قاعدة الحمض بمنح فبصير C5H5N زائد والمادة القاعدة بصير H2SO3 هذا الناتج باج بدور عليهم وين C5H5N موجودة في با وجيم ودال هاي هون با ودال وهاي جيم طب H2SO3 موجودة فقط في وين في با إذا جواب الصحباء شوف كيف بتطعام الماء الإجابات لاحظ هاي ممكن الطالب يسهل عنها موجود هون ماينس يعني H2SO3 ماينس هون متعادلة فانتبه إنه جيم خطأ با هو جواب الصحب طيب في التفاعل C6H5NH3 بلس زائد A يبيعطينا HNOTO زائد B فإنا صيغ A و B على الترتيب شوف أستاذ هاي حموض 100 الحموض ينتج عنها قاعدة مرافقة مانتو هات شو دا تكون حموض مرافقة هاي شو دا تكون قاعدة يب الحموض رجعلي منه بقات شاي شيل منه أتشاي شو بيصير NO2 ماينس هاي صيغات A هذا الحموض شيل منه أتشاي شو بيصير بيصير C6H5NH2 هاي القاعدة المرافقة صيغ A و B يل C6H5NH2 هاي وين هاي A A عبارة عن NO2 ماينس انتبه خطأ طب تعلبها A NO2 ماينس B C6H5NH2 صح الجواب هاي خطأ انه ما بيصير مادة ثين متفاعلة ونواتجة نفسها HNO2 HNO2 خطأ هاي مافي ماينس NO2 لحالها اللي هو A فلازم تكون NO2 ماينس طيب في التفاعل الآتي بيقول لك NH3 OH يحس الحموض HCO O ماينس اللي هي HCO 2 ماينس هاي دايما قاعدة هاي عبارة عن قاعدة مرافقة حموض مرافق فإن صيغة المادة الناتجة عن منح الحموض للبروتون هلا شباب هاي تعريف ايش تعريف القاعدة المرافقة صح مادة تنتج عن منح الحموض للبروتون الحموض عندما يمنح البروتون شو بيصير في النواتج قاعدة مرافقة أو بالتفاعل العكسي قاعدة تمام منحت عفوا استقبلت سيرسم حموض مرافق حموض منح سيرسم قاعدة مرافقة وبقولك مادة صيغة المادة الناتج عن منح الحموض البروتون قاعدة مرافقة القاعدة المرافقة عبارة عن NH2OH هاي حموض هاي قاعدة مرافقة في التفاعل التالي CH3 COH زاد ما يبغطيك CH3 COO زاد هيدرونيوم فإن صيغة المادة الناتجة عن استقبال القاعدة للبروتون هذا تعريف الحموض المرافقة لا حمو كيف دعرف التفاعل هاي كان عندو H صار ولا شي ناتو هاي قاعدة مرافقة هذا حموض المي عتت مع حموض قاعدة ناتو هذا حموض مرافقة هلا احنا بدنا صيغة الحموض المرافقة هذا تعريف الحموض المرافقة مادة ناتجة عن استقبال القاعدة البروتون قاعدة استقبلت سلعنا حموض مرافقة الجواب هاي ثري أو بلس تمام طي نجي لسؤال ينتج الزوج عن تفاعل احد الات يعني بدو المواد المتفاعلة شوف اول شغلة في هذا الموضوع انت بتحدد من الحموض من القاعدة بين بالزوج ايو الموجب حموض ناتو قاعدة فلابد ان يتفاعل حموض مع قاعدة احدهما هذول هذا الزوج واحد منهم موجود في المواد المتفاعل متفقين عليها فانا بروح بشوف مادتين حموضية وقاعدية احدهما هذول من الاخر اميقول كانت تجد زوج فلابد امرة ثانية ان اشوف المادة المتفاعلة احدهما واحد من هذول تمام متفاعل مع شي عكس يعني اذا تفاعل هاي لجب تكون في قاعدة اذا تفاعلت قاعدة من حموض تعال هاي حموضية موجب هاي وحموضية انسى الموضوع طب هاي شو اتفقنا عليها CH3NH2 قلنا انه هاي المادة قاعدة والCN مانت دايما قاعدة طيب هاي CH3NH2 معي قاعدة طب C O قاعدة خطأ طب تعال لدان وهي الصح CH3NH2 قاعدة C5 H5 NH بلس إذن الجواب دال شوف كيف انتبه لهاي الأسئلة طيب أي من الآتية لا تعد زوجا مترافقا هل الزوج أول شي مادتين من نفس انه فرق بروتون هيدروجين واحد والإشارة صح يعني صار في انتقال بروتون شي H استقبال بروتون بتزيد H بتزيد شحنه طيب لا تعد زوج طب تعال لهاي C6 H5 CO ومح C6 H5 COO هذا زوج من نفس النوع وفي انتقال أو فرق بروتون والإشارة الصح زوج طب هاي CH3 OH CH3 OH 2 plus زوج هاي H3 PO4 H2 PO4 زوج لكن هاي C6 H5 NH3 C6 H5 NH3 هاي plus صارت صفر صح بس 3 ما في فرق بناته في البروتون إذن هاي المادة لا تعد زوج مترافق ما بنعدها زوج مترافق متفقين عليها مهم جدا هاي تمام طيب شوف هاي السؤال المرتب الصراحة سؤال 26 متعوب عليها بقول لك عند ناتج تفاعل H CO3 ما H2 PO4 ماينس طب أنا كي بدأ عرف طب أنا عندي مادتين مترددتين طب هم أعطيك النواتج يعني افرض إنه هاي المادة حامضي وهاي قادي أو العكس منت عندك فرضين بس يا هاي حمضي وهاي قادي يا هاي قادي يا هاي حمضي شوف الناتج على فرض إنه هاي المادة حامضي شو ده تصير مش ده تصير CO3 ماينس 2 plus H3 PO4 تعالي نشوف هاي H2 CO3 خطأ هاي CO3 ماينس 2 صح H3 PO4 صح إذا الجواب هاي منحت صارت CO3 ماينس 2 هاي استقبل تصير H3 PO4 وهو موجود في الجواب طيب ليش جيم خطأ PO4 ماينس 3 ها المستعيل هاي 2 صارت واحدة صارت صفرة وهاي يعني انسى الموضوع طيب هاي CO ماينس 2 طيب هي هون 3 راحة أنا بمنح وستقبل هيدروجين مش أكسجين فبنكون إحنا بهذا السؤال يجب لك مادتين متردتين وعطاك نواتي مرة حمض مرة قائدة أو مرة وقائدة مرة حمض بنحل السؤال طيب نشوف سؤال 27 بقول لك عند تفاعل الحمض HCOOH هاي HCOOH مع القاعدة المرافقة لي يعني هذا حمض شو القاعدة المرافقة من HSOO3 HSOO3 منوس أعطيني الناتج هاي HCOO منوس بلس H2SO3 شو بده قول لك فإن أحد الآتية من نواتي التفاعل وين نواتي التفاعل HCOO موجودة 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 H2SO3 الجواب دان بس طيب بقول لك عند تأيون القاعدة C6 H5 H2 هاي C6 H5 N H2 تتأيين مع المي فإن أحد الآت الآت يعد زوج المترافق وقال لك قائد بسير C6 H5 N H3 plus زائد O H minus وين الزوج المترافق الموجود هون الزوج عبارة عن وهو C6 H5 H3 plus من النواتج مع C6 H5 H2 مع المتفاعلات من المتفاعلات طيب 29 عجري أي من الآت يسلك كحمض حسب المفاهيم الثلاث أرهين يسلك برونس دلوري ولوس خلينا نفصل هلا M N plus الله يعطي العاف شكرا الجهود وهذا عبارة عن مين عبارة عن لوس حمض لوس شكرا لك هلا C5 H5 in H plus هذي يسلك عند برونس دلوري وال H plus الموجود في حمض عند مين عند لوس بس اثنين طب H3 plus يسلك عند برونس دلوري كحمض وال H plus الموجود في عند لوس إذن 2 in 1 لكن H F حمض عند هيرين ينتج أي هيدروجين يمنح بروتون بالنسب ل برونس دلوري وال H plus الموجود في فلك فارغ إذن هذا عبارة عندهم الثلاث حمض عندهم الثلاث طيب 30 أي من الآت ليس له القدرة على الاستقبال زوج من الإلكترونات غير الماض يعني يمنح زوج من الإلكترونات هل موضوع المنح والاستقبال عند لوس للأزواج القاعدة يمنح زوج من الإلكترونات الحمض بيستقبل زوج من الإلكترونات سي و بلاس تو حمض فهذا شو بيعمل هذا بيستقبل أم أن بلاس تو حمض عند لوس بيستقبل F ماينوس هاي القاعدة والقاعدة تمنح زوج من الإلكترونات إذن ليس لها القدرة على استقبال F E بلاس ثري مادة حامضي المادة المانحة لزوج من الإلكترونات مباشرة بتقوله C قاعدة عند مين عند الوس أي الأيونات الآتية تعد القاعدة الأضعف عند التركيز نفسه هل قاعدة ضائفة معناته جاي من حمض قوي والأحماض القوية إلى المر المليون HCL HBR HI HNO3 HCL هذول أحماض قوية قاعدتهم المرافقة ضائفة نسبيا تمام فالأف ماينس لا السي أن ماينس لا لكن الNO3 ماينس أصله جاي من حمض قوي اللي هو اله HNO3 السي الأو ماينس قاعدة مرافقة قوية أي من الآتية تعد حمض لويس فقط هل تعال الNH4 هذا حمض برون ستيد لوري وحمض لويس اله بلس الNH3 أصل عبارة عن قاعدة الـ هذا يعد حمض لويس فقط مستحيل يفسر برون ستيد لوري أو اله بلس برون ستيد لوري ولو لكن هو بد حمض لويس فقط طيب إحدى الآتية تعد مادة أم فترية حلو HCO ماينس مادة قاعدية CH3 CO ماينس قاعدية أو H ماينس قاعدية لكن عبارة عن مادة مترددة طيب عدد الروابط التناسقية في التفاعل هاد بس شرحناه وهذا سؤال كتاب F-E plus 3 زاد 6 H2O F-E H2O بايسكس لكل موجب ثلاث يا فرح هذا عبارة عن 6 روابط التناسقية F-E حوالي 6 حبات أو جزئات من الماء الشحنة الكلية لل F-E plus 3 إنا 6 من الروابط التناسقية أي من الآتة لا توعد من قواعد لويس يعني بالعربي حمض لويس لما تطلع ونشوف أيوان موجب ما الأيوان الموجب عبارة عن مادة عندها فلك فارغ فيك تستقبل زوج من الإلكترونات إذن تعد حمض الأو عفتو مادة قاعدية ال NH3 مادة قاعدية ال CN- قاعدية عند مين عند الوس لكن CO plus 2 عبارة عن مادة حمضية في التفاعل الآتي HS O 3 minus زاد N2 H4 بيغطين SO3 minus زاد N2 H5 بلس صيغة القاعدة المرافقة في التفاعل الأمامي يا سلام هل أحكينا أنه هذول تفاعل أمامي حمض قواني هذول التفاعل العكسي طب أنا بس أعكس التفاعل بيصير هذول عبارة عن حمض وقاعدة مرافقة في التفاعل العكسي هذول حمض وقاعدة مرافقة في التفاعل العكسي وبدوا القاعدة في التفاعل الأمامي هذول بدوا قاعدة مرافقة في التفاعل الأمامي مرة ثانية هذول حموض وقواعد في التفاعل الأمام بهاي الصيغة هذول حموض وقواعد في التفاعل العكسي لكن قال لك حموض وقاعدة مرافقة تقلب تمسك هذول سيره هنا أو بتخلي هذول عبارة عن حموض وقاعدة مرافقة في التفاعل الأمامي هذول عبارة عن حموض وقاعدة في التفاعل العكسي مرافقة تفاعل عكسي وطالبك القاعدة المرافقة في التفاعل الأمامي بيصير الأمامي عكسي والعكسي أمامي يعني هذول جيب هاي هون اشطب العكسي اكتب حمض وقاعدة مرافقة في التفاعل الأمامي بدل عكسي طيب من القاعدة المرافقة في التفاعل العكسي في التفاعل الأمامي SO3-2 لو طلبك صيغة الحمض المرافقة في التفاعل الأمامي N2H5 plus شايف هاي عبارة عن حمض بالتفاعل الأمامي وهاي حمض مرافق بالتفاعل الأمامي فانتبه مختلفوا عن بعض تمام؟ وأنا حاط أسل كتير اليوم عشان أمكنكم من هذا الموضوع بقولك في التفاعل NH3 زاد H بلاس بعطيني NH4 بلاس يسلك H بلاس وفقا وفقا لمفهوم له السلوكا حمضيا ليه؟ لأنه يستقبل زوج من الإلكترونات لأنه يستقبل الإلكترونات أو لأنه لديه أفلاك فرغة يستقبل الإلكترونات طيب في التفاعل SO3- زاد H2O يعطينا HS3- زاد OH- يسلك الماء وفقا مفهوم هل نلاحظ أنه هاي المادة القاعدية الماء حمضي حمضيا لأنه يمنح البروتون قص هاي الجواب ألف يمكن التعبير عن التفاعلات عن تفاعلات حمض HCL وحمض CH3- COH في الماء كما يلي HCL زاد ما يبعطيك CL- CL- زاد H3O لاحظ أن التفاعل هذا لأنه HCL أقوى كحمض من H3O سهم واحد تفاعل باتجاه واحد أدى فقط إلى تكوين النواتج وليس مناكس طيب ال-H2O كقاعدة أقوى من CL- طيب هذا حمض ضعيف هاي الجهة الجهة الضعفة إذا لو جينا نحكي عن الحمض بتقول لي H3O أقوى من الحمض CH3- COOH طيب كقواعد CH3 هاي قاعدة مرافقة قوي أقوى نسبيا من H2O فإن العبارة مرافقة ضعيفة مرافقة ضعيفة CH3 CO- قاعدة مرافقة ضعيفة لا قوية طيب نجل الأسئلة هاي يا السلام عن الأسئلة هذا السؤال معطيك لديك محليل حمض ضعيفة مجساة في التركيز HR HQ إذا علمت أن القاعدة المرافقة Q- أقوى من القاعدة المرافقة C- يا السلام هاي القاعدة قوية ملا تحمضها ضعيف هاي القاعدة ضعيفة ملا تحمضها قوي إذا ما باج بحكي HC كحمض أقوى من HQ شوف كيف بدأ أمسك كل معلومة وأرتب هاي الأسئلة عند تفاعل HR R مع C- فإن الجهة التي يرجحها الاتزال نحو النواتج نكتب التفاعل هاي HR زائد C- بعطينا R- زائد HC نحو النواتج يعني HC أضعف من HR إذا ما بقوله هاي HR أقوى من HC صف عندي هاي الجهة جهة الأقوية قوية وهون جهة الضعفة تمام كل التفاعل HR زائد C- فعل إياهم الاتزال يرجح نحو النواتج طب تعال الأقوية مين مرة يذكر مرة واحدة وكان هو قوي HR هاي هاي واحد بعدين HC بعدين HQ إذن الترتيب HR أقوى من HC أقوى من HQ بتطلع بقارن بين HR أصلا في عندي في الأقوية مين خبي على بول بس HC و HR صح طب مين أقوى من الثاني المعلومة الثاني بتقولك HR أقوى من HC طلعنا HR بر أصلا مين ظل بالأقوية HC نمبر أصلا ظل فإن ترتيب الحموض حسب قوتها HR HC و HQ HR HC HQ الجواب ألف هيك الترتيب يسلوك الأيون HS سلوكا حموضيا عند تفاعله ما قاعدة هذا حموض هذا HF حموض HN حموض لكن OH إبارة عن محلول قاعدة محلول إيش قاعدة ماذا قاعدية طيب هذا السؤال سؤال جيل 2005 مرتب معطينا عليك هذا السؤال ركز معي المعادلات الآتية تمثل تفاعلات لمحلي القواعد ضعيفة متساوية في التركيز إذا علمت أن موضع الاتزان متاحا فيها جهة المتفاعلات مواد المتفاعل هي الأضعف حلو قواعد هذا حموض إذن هاي أضعف من هاي صح خلينا نكتب قوي ضعيف معناته CH3 NH2 أقوى من C5 H5 N من وين من المعادلة من المعلومة المتفاعلات جهة الضعفة معادلة الثانية CH3 NH2 C2 H5 NH2 من أقوى النواتج وقال لك المتفاعلات ضعيف إذن C2 H5 NH2 أقوى من CH3 NH2 الثالثة NH3 CH3 NH2 من أقوى CH3 NH2 هاي CH3 NH2 أقوى من NH3 الرابعة C5 H5 N و NH3 الضعفة في المتفاعلات معناته NH3 أقوى من C5 H5 N باجل الأقوية أيهما أقوى واحد الذي ذكر مرة واحدة وكان قوي لاحظ CH3 NH2 مرة قوي مرة ضعيف مرة قوي مرة ضعيف NH3 مرة قوي مرة ضعيف C5 H5 N already ضعف واحد إذن أقوى واحد من C2 H5 NH2 شطب عليه طلع لي يا برة بعدين مقارنة بتصير بين CH3 NH2 و NH3 مين أقوى والله هي CH3 NH2 هاي C من المعلومة الثالثة NH2 ضل عنا NH3 بالأقوياء وآخر شي C5 H5 N هيك تزداد قوة القاعدة هلا كحموض مرافقة بترتب من تحت C5 H5 NH أقوى أكتبوها من NH4 أقوى من CH3 NH3 أقوى من C2 H5 NH3 حلو حلو الكلام نرفحونا شوي بسيطة سؤال بحكي عند تفاعل القاعد الأضعف يفاعل القاعد الأضعف C5 H5 N زائد مع الحمض المرافق الأضعف يا سلام هل الحمض المرافق الأضعف بكل القاعدة الأقوى هاي القاعدة الأقوى شو حمضها المرافق C2 H5 NH3 بلاس هاي قاعدة قلية هو هيحمو شو بيصير أخوي C5 H5 NH بلاس C2 H5 NH2 شو بده هو يكون الزوج المترافق واحد من هذول انسها انسها هنشوف C3 أصلا ما نجد جواب C5 H5 لا لا هون هيك C5 H5 NH بلاس مع C5 H5 حلو السؤال مرتبة طب يلا سؤال بعد عند تفاعل القاعدة الأقوى هاي القاعدة الأقوى C2 H5 NH2 زائد مع الحمض المرافق للقاعدة الأضعف حمض المرافق للقاعدة الأضعف اللي هو C5 H5 NH بلاس شو الناتج C2 H5 NH3 بلاس زائد C5 H5 NH مع الحمض المرافق للقاعدة الأضعف حلو فإن ناتج تفاعل الحمض في التفاعل العكسي مع الماء الحمض في التفاعل العكسي تعال يا حمض في التفاعل العكسي ورجينا وين أنت هل لاحظوه نحكينا حموض وقال لك الحمض حموض وقواعد في التفاعل أمامي حموض وقواعد في التفاعل العكسي الحمض في التفاعل العكسي له C2 H5 and H3 بلاس مع الماء ناتجه عبارة عن C2 H5 NH2 زائد H3 O+. وين الجواب؟ الجواب G هاي كيف السؤال؟ مركبة يعني قدرات تعلم دك ايه ايش تفكر؟ طيب السؤال اللي بعده ما أعطيك معلومات يا سلام بقول لك أدرس المعلومات الموضحة في الجدول الآتي لبعض الحموم H A H B H C أجب على الفقرات سبعة وربعين من خمس وربعين لسبعة وربعين معطيك تفاعل H A زائد P ماينس زائد يعطينا A ماينس زائد الحمض بالتفاعل الأمامي هذا الحمض أقوى من الحمض في التفاعل العكسي يا سلام هاي H A أقوى من H B قوي ضعيف H A زائد C ماينس يعطينا A ماينس زائد C الحمض H A أكثر قدرة على التوصيل الكهربائي من حمض العكسي لاحظ أنه بيقول لك الحمض المرافق في التفاعل الأمامي أضعف هاي الحمض المرافق في التفاعل الأمامي أضعف من مين من H C إذن H C أقوى من مين من H B طيب رتب لي ياهو مين ذكر مرة واحدة وكان قوي H A هاي H A بعدين شطب على H A ظل H C بعدين H B هيك الترتيب الصحيح تمام فشو طالبك هو فإنما حليل الحموض السابقة ترتيبها تنازليا حسب قوتها H A H C H B وين الجواب الصح الجواب الصح ألف H A و H C بعدين H B أي القواعد المرافقة أكبر قدرة على استقبال بروتون لاحظ إنه هي قوتها P- كقاعدة أقوى من C- أقوى من A- هاي القاعدة اللي هي P- أكثر قدرة على استقبال بروتون بتكون قاعدة إيش قوية طيب أحد الآتي زوجا مترافقة ناتج عن تفاعل الحمض الأكثر قدرة على التأيوم H A مع القاعدة المرافقة الأكثر قدرة على التأيوم B- سرعينا A- زائد H B هذا زوج وهذا زوج يل وين الزوج H B مع A- إنس الموضوع H C مع C- أصلاً مش موجودات مش موجودات في التفاعلنا طب H B مع B- صح هذا الزوج هلأ H A مع B- من الزوج بعطولها بقولك طب هذول زي مزوج بس هذول الزوج أوكي لكن ميش بناء على المعلومات إياها هاي فانتبه لخطأك طيب السؤال بعد بقولك بقولك ادرس التفاعلات الآتي لعدد من الحموض HNO2 HCO3 و HF مساوف التركيز ما تكثر التفاعلات 1 2 3 جميل بقولك إذا علمت أن الابتزان يرجح نحو النواتج يا سلام كيف أنا أعمل لك أشكول كل مرة فكرة يرجح نحو مين النواتج يعني هاي قوي وهاي ضعيف هاي الجهة إذا موجود فيها حموض بكون ضعيف هاي الجهة إذا بكون فيها حموض سيكون قوي طيب يلا الأحماض HF و H2CO3 مين القوي الHF HF أقوى من H2CO3 معلوم الثاني HNO2 مع الHF مين أقوى والله الHNO2 أقوى هاي HNO2 أقوى من مين من HF معلوم الثالثة HNO2 و H2CO3 إذن HNO2 أقوى من H2CO3 لاحظ يذكر مرة واحدة وكان قوي HNO2 هاي مرتين كمان مش مرة قوي بعدين شطب عليه ظل عندك HF ومن ثم H2CO3 هيك تزداد قوة الحموض يكون ترتيب محلي للقواعد المرافقة حسب قوة يعكسهم يعني HCO3 مينوس بعدين F مينوس بعدين NO2 مينوس هي الجواب بها الجواب إيش بها طيب السؤال بعده صيغة الحموض الذي يحتوي على أقل تركيز شوف السؤال أقل تركيز من أيونات القاعدة المرافقة هذا السؤال يبدأ هاي الجملة يعني عبارة عن خانية عسل شوف صيغة الحموض هل الأحماض مرتبين كالتال HNO2 بعدين HF بعدين H2 CO3 بقول لك صيغة الحموض الذي يحتوي على أقل تركيز من أيونات القاعدة المرافقة هي أيونات القاعدة المرافقة يا سؤال هلأ NO2 كقوة أقوى من F مينوس أقوى من HCO3 مينوس شو القاعدة المرافقة القاعدة المرافقة NO2 مينوس F مينوس HCO3 مينوس تمام وهي مساوية لمين للH3 أو بلس للH3 أو بلس فهل F مينوس وللH2 CO3 مينوس وللH NO2 مينوس ولH F فكروا فيه تمام هل هذول هيك هيك يعني هاي أقوى كقاعدة أقوى كقاعدة وهاي أقل قاعدة لاحظ لما يقول لك أقل تركيز من أيونات القاعدة المرافقة يعني ما نرغب نفس الشي H3 ومتساويين إذا لازم يكون أضعف حم وين أضعف حم H2 CO3 مرة خامسة صيغة الحمض الذي يحتوي أقل تركيز أيونات القاعدة المرافقة يعني أقل تركيز هيدرونيوم من الأقل هيدرونيوم الأضعف من الأضعف اللي هو H2 CO3 طب أقول لك صيغة الحمض الذي يحتوي على أعلى تركيز من أيونات الهيدرونيوم أو من تركيز أيونات القاعدة المرافقة يكون أقوى حمض اللي هو من HNO تمام طيب واحدة من الآتي تصف قاعدة الوس هل جزيء متعادل فقط يعني زي الماء زي OF2 زي OCL2 لا أيون مشخون فقط يعني مثلا CN- F- I- لا جزيء متعادل أو أيون مشخون نعم يزيء متعادل زي الماء زي OF2 OCL2 أيون مشخون متعادل زي I- CL- OH- ذرة متعادلة لا طيب الحمض الذي يكسب الأطعمة طعما حامضا أو لاذعا حكيناها في أول حصة تمام في أول حصة حكينا حمض السيتري طيب الحمض الموجود في المشروبات الغازية قلنا كربونيك أسد اللي هو حمض الكربونيك أي من العبارات الآتي الصحيح فيما تعلق بالحمور برضو هاي من مقدمة الكتاب تحول ورقة تباع الشمس إلى اللون الأحمر صح توجد في الليمون والبرتقال البندورة صح ألف وباء صحيحات تحول تباع الشمس اللون أزرق خطأ إذن جواب جيم أي من العبارات الآتي الصحيحة فيما تعلق بالقواعد تحول ورقة تباع الشمس إلى الأزرق توجد في السبانق وبروكل والخيار تتميز بطعمها المر وملمسها الزلق وجميع ما ذكر أي من الآتي يستخدم لصناعة المنظفات المنزلية قلنا هيدروكسيد الصوديوم N-E-O-H طيب أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بمفهوم أرهيميس يحتوي على ذرة هيدروجين أو أكثر صح يرتبط برابطة تساهمية غير قطبية يا ريمة آه غير قطبية لا لازم تكون إيش قطبية هاي هاي جزئية خطأ بذرة أخرى ذات كاروس البيع علي لا ترتبط المجموعة آه طبعا إذن في عندي عبارتين ألف وجم إذن جواب الصح دال جواب الصح شو دال المادة التي تمنح بروتونا في بعض دفعولاتها وتستقبل بروتونا في تفعلات أخرى هذا ما يسمى اللي هو المادة المترددة المادة المترددة اللي هي جم وليس أيون حامضي حامضي قاعدين طيب هذا السؤال اللي بردت انتكتب كمان يلا علينا انتكتب بقول لك أدرس المعلومات المبينة في الجدول لتمثل تفاعلات لبعض القواعد ضعيفة المتساوي في التركيز وما أجبع الفقرات من 58 إلى 60 معطيك تفاعل هاي القاعدة وهاي القاعدة بقول لها القاعدة المرافقة في التفاعل العكسي أقوى من القاعدة المرافقة في التفاعل الأمام أقوى هاي القاعدة المرافقة في التفاعل العكسي اللي هي CH3 NH2 بجب اكتب CH3 NH2 أقوى من NH4 ما لوم الثاني القاعدة في التفاعل الأمامي هاي أقوى من القاعدة في التفاعل العكسي إذن NH2 OH أقوى من C6 H5 NH2 ينزح الاتزان نحو المتفائلات إذن هاي قاعدة وهاي قاعدة أيهما أقوى؟ هاي NH2 H4 أقوى من NH2 OH أقوية ضعفة أقوية H ضعفة طيب يلا مين أقوى واحد؟ قاعدة ذكرت مرة واحدة أو مرتين شما كانت وكانت قوي اللي هي CH3 هاي CH3 NH2 واحد خلصنا منها تعالى ال NH2 OH وال NH3 مين أقوى؟ ال NH2 H4 هاي NH2 H4 بعدين يصفي عنا NH2 OH بعدين C6 H5 NH2 رتبوا ليهم يلا رتبوا ليهم أول واحد CH3 NH2 بعدين N2 H4 بعدين NH2 OH 4 C6 H5 NH2 سؤال أول يكون ترتيب القواعد السابقة تنازليا حسب قوتها؟ لازم تكون عنا CH3 NH2 N2 H4 هاي شوف لي السؤال تسعة وخمسة بقول لك صيغة القاعدة التي تحتوي على أعلى تركيز من أيونات الحمض المرافق بمعنى صيغة القاعدة الأعلى تركيز ال OH- يعني صيغة القاعدة الأقوى تمام؟ هاي معناها أعلى تركيز أيونات الحمض المرافق ما الحمض المرافق نفسه يساوي لل OH- إذن الجواب ألف CH3 NH2 صيغة القاعدة التي لحمضها المرافق أكثر قدرة على التوصيل الكهربائي يعني أضعف قاعدة أضعف قاعدة منتو حمضها المرافق تكون قوي والشيء القوي دائما إصالية للتيار الكهربائي بتكون أعلى فيبدو صيغة القاعدة فأنا بستت نباه وجيم انتبه هذول حموض مرافق قال لك حمض مرافق قال لك صيغة القاعدة معطيك ألف أقوى قاعدة ودال أضعف قاعدة أنا بدي أضعف قاعدة لأن حمضها المرافق بدي يكون أقوى شيء فهو أقدر على التوصيل التيار الكهربائي سؤال إحنا وين؟ واحد وستين سؤال واحد وستين عند تفاعل القاعد الأقوى يلا فأني القاعد الأقوى اللي هي CH3 شوف هذا السؤال مرتب NH2 زائد H2 رأي أعطيك CH3 N H3 بلس A بلس OH من صح؟ معلمة فإن ناتج تفاعل القاعدة المرافقة قاعدة المرافقة وهي الOH منص في التفاعل الأمامي مع هف بدناتج الإيش؟ القاعدة في التفاعل الأمام مرة ثانية فإن ناتج تفاعل القاعدة المرافقة هه انتبه القاعدة المرافقة مين القاعدة المرافقة؟ الOH هاي القاعدة مرافقة في التفاعل الأمامي مع مين مع HF طب لو قلك ناتج القاعدة ناتج تفاعل القاعدة في التفاعل الأمامي يصير ال H دو لكن قلك القاعدة المرافقة هذو الحموض وقواعد مرافقة في التفاعل الأمامي تمام مع مين مع ال HF هاي قاعدة ال HF حمض بيصير عندك H3 O plus زائد F ماينس الجواب بيكون وين الجواب بيكون با ان شاء الله هيك بتكونوا تمكنتوا من الدرس الأول بطريقة خرافية التمكنات والاتقنات والامتحانات المحوسبة والأسل القدرات العليا اللي رح تكون بالساعات الجاية جميلة جدا سبوع الماضي اشتغل قسم كبير منهم جهز لكم أفكار خرافية يجيل 2006 بحيث تطلع مثل ما بدك وزيادة ان شاء الله القادم جميل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم دوام التفوق والإبداع وطلابي وجميع طلاب المملكة الغوالي يعطيكم العافية السلام عليكم اشتركوا في القناة